المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الملايين الملايين عندهم مشاكل ما هو الآلاف الملايين يعني لما يعود عندك بلدك في المغرب اللي تقولون فيه عنده 12 قرن من الحضارة وتعود عنده الملايين من شعب عندها مشاكل كاملة هذا إذن هناك علامة استفهام كبيرة خاصة نطرحوها وهذه علامات استفهام خاصة نطرحوها لأنه في صالحكم مرحبا سألك بسون فضلكم شاركوا الروابط بالنسبة للناس لمعنا على الفيسبوك لأنه في بث مشترك مع الصفحة الفيسبوكية والحساب في التك توك إذن علامة استفهام كبيرة خاصة نطرحوها هذه علامة الاستفهام الكبيرة هو أين تعيشون ومع من تعيشون ومن يسيركم وكيف يسيركم وهل أنتم مراضين على طريقة تسيركم وهل عاجبكم الحال مثلاً هل عاجبكم الحال في هذا الوضع يعني هذا واحد من الأسئلة هل أنتم ما عاجبكم الحال أنكم تعيشوا في هذا الوضع هذا الوضع اللي ما عنده شكل ما عنده شكل ولا عنده لون ولا عنده إطار ولا عنده رؤية ولا عنده مستقبل لأنك رأيكم ماشيين أنا نقولها لكم نطبع لكم أنا عليها بأنكم ماشيين للهاوية رأيكم ماشيين هاوية وماشيين لوحد الحفرة يعلموا بها الله سبحانه وتعالى المغرب ماشي لوحد الحفرة يعلم بها الله سبحانه وتعالى يعني هذه قرون كاملة من الضغط ومن الاعتقالات ومن القمع اللي ممارس على الشعب ومنعه من حرية الرأي والتعبير وسجن أحرار ومنعه من الإحساس بالمواطنة شي كامل رأيه لأيه الجماع ورأيه لو يؤدى فيه فترة واحدة رأيه لو يؤدى فيه فترة واحدة لو يؤدى بالمرة لو ينعطى بالمرة يعني في نهاية الأمر ليجي الحساب كامل يعني هذا الحساب كامل يعني هذا الشيء اللي عدوا لكم الملوك العلويين والسلاطين والكذيب الأحمر والتاريخ وكذا وهذه العبودية اللي ممارست عليكم والقمع والخوف اللي عشتوه هذه قرون كاملة لا يتجمعوه لا يتردوه للملكية لا يتردوه بفاتورة غالية جدا لأنه ما عندكم خيار لأنه ما عندكم خيار لأنكم ستنفجرون يجعلكم الحال تنفجرون يعني تموا يدغطوا عليكم يدغطوا عليكم يدغطوا عليكم أنتم صابرين وصابرين وصابرين وزايدين في الصبر وزايدين في الصبر وزايدين في الصبر وزايدين في الصبر إلى أن لا يتلحقوا مرحلة أنهم ما تقدروا تصبروا وستنفجرون ولا يتردو لهم كل البضاعة اللي يعطوكم يعني هايك البضاعة اللي زرعوا فيكم هاي قرون مرحبا سألو أختي مريمو وكل المشاهدين لا يتردوها للملكية يويلوا اللي يحصل يعني نقول يويلوا اللي يحصل يعني في آخر العنقود آخر حد في هذه العنقود الملكية يويلوا يعني لا يحصد الأخضر واليابس لا يجيه راب بيل قد لغلق وهذه حقيقة يعني هذا الشيء نراه بيوم العين نحن اليوم نراه بيوم العين أنا أعطيكم نماذج وشوفوا أنتما خدموا عقلكم وشوفوا إذا كان هذا الشيء نقول لكم صحيح ولا لا شوفوا هذا هذا فيديو هذه تمارة ونبارح شوفوا قم من البشرة في الشارع شوفوا كم من البشرة في الشارع شوفوا كم لحظة نعطيكم ملاحظة نعطيكم ملاحظة على من اليوم يمارس الصحافة في المغرب من يمارس الصحافة هو في المغرب اليوم ما يمكن لك تلقى اقتصاد خارج عن الصياق لباغيه النظام ما يمكن لك تلقى رياضة خارج عن الصياق لباغيه النظام ما يمكن لك تلقى سكن مثلاً أو برامج السكن خارج عن صياق النظام حتى كذلك يعني حتى الاعلام حتى الاعلام النظام الملكي قال لكم هذا هو النموذج اللي يقدم لكم شون هو النموذج اللي يقدم لكم في مجال الاعلام في المغرب محمد السادس قبض يعني الورود الورود الفواحة في الصحافة المغربية وعطاها 12 عام من الحبس 5 عيمان من الحبس 4 عيمان من الحبس قطل عليهم كابلين نخبة نخبة الصحافة الحرة اللي تكتب اللغات وتكتب العربية وتكتب عندها الصيت وتعرف تمارس المهنة قبضهم محمد السادس وحبسهم كابلين يدخلهم للحبس تفيق بعسرين 12 عام عمر راضي حمزة جمال الريسوني كذلك المهنين كابلين دخلهم للحبس دخلهم للحبس كفر عليهم قال لهم الحمد لله دخلناهم للحبس دخلناهم للحبس أعطوني أعطوني شفخيخي تعالله وليف شفخيخي أعطوها تقريبا 600 مليون سنتين مرحبا وسهلا أعطوها 600 مليون باش نتاعش باش دوقنا القطيع شوفوا لي أمثال شفخيخي نشطرها لخدموهم لسمنوهم سمنوهم أعطوهم أعطوهم تطوروا معاهم تطلوا فيهم نين عادت هذه هذه خريجة الملاهي هذه خريجة الملاهي في آسيا مع كامل احترامات الملاهي هذه خريجة الملاهي وقابضة ميكروفون في المغرب قابضة ميكروفون وتمارس الصحافة وهي خريجة وهي خريجة الملاهي في آسيا ومهمة فوتت شي في شوفخيخي مكملت من شوفخيخي هي اللي صائلة قالت عليها اللي كانت في المقبرة بشها تتصور الناس في المقبرة ووقع لها مشكلة وطعت على القبور عادي جدا عادي جدا وطع على القبور في المغرب هي لا زريبة وطع على القبر عادي جدا الحرامات ميخالقة الحرامات هي آخر شي قدي كتكلم عنه النظام السياسي في المغرب وانه للناس اللي تطبق لهذا النظام يعني وطع للقبر تخلي مقبرة وصور الناس وطع على قبور الناس عادي جدا وهذه بعد ما أكملت منها شوفخيخي راي مشا تخدم مع مع صحافة صحافة أخرى الصحافة اللي بغي محمد السادس هذه الصحافة اللي تقود له القطية يعني تقول له القطية مشي هون مشي هون تقول له رقد رقد تقول له سكت سكت تقول له تكلم تكلم هذا هو الصحافة اللي بغي محمد السادس رعيها شوفوا إذن شوفوا الشعب نصرى دوار الجماعة شباب أخفال ورجال خارجين هذا الشكل أنا كنشوف له شكل شباب صاحب جلالة قام مقابل كل سكن سكن أنا كنشوفوا هذي الجمع حدو هذن هذو متروضين من سكن هذن شوفوا هذن 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 شاوهم فرامضان قبلهم كبسوا من فضلكم على مستوى التيك توك وشاركوا الرابط على مستوى الفيس بوك المودراتور راكم عليكم بالعيش مزال عندكم دواور صفيح في التمارة مزال عندكم الصفيح في التمارة تمارة اللي على مشاري في الرباط مزال عندكم الدواور صفيح ومزال تضحكوا على مخيمات العزة والكرامة وتقولون أنتم عايشين في القياطين وعايشين في العجاج وما عندكم باشا تعيش وأنتم قال عنهم أرضهم وهما عايشين في مخيمات اللاجئين لاجئين لاجئين عارفهم العالم بأنهم لاجئين جائم المساعدات على اساس اللاجئين وهما أنتم مراكم عايشين في وطنكم أنتم مراكم في وطنكم وذلك اللي فيه 12 قارن مالي حضارة 12 قارن ما هو قارن والاثنين 16 12 من السادفة قرن هذا قرن يلي أنت لحكه 12 قارن ولكن من تلحق 12 قرن تجهد نفسك هذا البرارك هذا الاحياء الصفحية هذا مئات الآلاف من الناس على مشارف الرباط هذا قصر محمد السادس والسخيرات وكذا يعني تجهد الآلاف ولكن 12 قرن ساكن احداهم هذه 12 قرن تموا بعد على الأقل يبغيتوا تضحكوا في الناس في الشعوب الشعوب المقدام على الأقل انظروا إلى حالكم شفوا حالكم ملقوا نظرة على حالكم شفوا انتم مؤمنين ان كان معكم 12 قرن والله 14 على الأقل اما انتم ما تعودوا عايشين في هذا الوضع وجايين يعني جايين إلى شعب يطالبوا بحقه في الاستقلال ما يطالبوا حقه في البراكة لا 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 احنا ما عندنا معدلوا ببراكة احنا ما عندنا مشكلة نسكنوا في براكة وما عندنا مشكلة نسكنوا في الخلال وما عندنا مشكلة نقبضوا لا مالحفة ونعدلوا منها خيمة ما عندنا مشكلة هذا ليس مشكلة ليس مشكلة أبدا لكن احنا نطالبوا بالاستقلال احنا نطالبوا بأرضنا احنا نطالبوا بكرامتنا على أرضنا احنا ما نطالبوا بالخبز والله بالقرطون والله أعطيني الكرطون باش نعيشه نهار ولا نص نهار لا ولا بايشي الشعب الصحراوي خاصكم تفهموا أيها الشعب المغرب أنه هناك الشعب ينقلوا الشعب الصحراوي وطالبوا باستقلاله وبغي يطرد الاحدلال هذاك انتو ما يتكبروا عاش الملك عاش الملك احنا ننظروا إليه باحتقار احنا هذك الملك اللي انتو ما تألهوه على استغفر الله العظيم الكريم احنا ننظر إليه من علي احنا عاشي في اللجوء يعني احنا في اللجوء ولكن ننظر إليه من علي احنا بالنسبة الناس غير كل واحد منكم يتمنى يشوف الملك يتمنى يشوف الملك ويعطيه قريمة ويعطيه انفلوبة شيعيش ويعطيه مصلحة احنا الشعب ما يتمنى ولملك احنا ما يصلح لنا الملك احنا محمد السادس احقر احقر واحد عندنا في المغرب احقر واحد وانتو ما كل واحد منكم يتمنى يشوف الملك يتمنى يفوت ثلاثين ثانية مع الملك صحيح والله ما هو صحيح يعني عندكم ثلاثين ثانية اللي شفتوا الملك كأنكم شفتوا الله سبحانه وتعالى وإحنا ننظر إلى محمد السادس كحشرة حشرة حشرة لا يساوي حتى صفة الآدمية صحيح إذا البراكة نرضى على البراكة أو الأحياء القصديري يعني إنزال أمني من رجال الأم الوطني وكذلك القوة المساعدة يعني كي أمنوا يعني السلامة لها المواطنيين اللي كي يدروا مسيرة أو وقفة إتجاجية متابعين أو فيها شوفوا كم الآلاف الآلاف سلط عليكم الله يعني سبحانه سلط عليكم الله هذا الملك هذا الملكي والله يسلط عليكم الله سلط عليكم الله حقيقة والله يسلط عليكم الله ما نعرفني سلط عليكم الله هذا الملكي مينكم عايشين مينكم واكلين كيف الناس مينكم شبعانين كيف الناس ماكم أحرار كيف الناس سلط عليكم الله الملكية لينين خلاتكم تعيشون عذاب القبر في الدنيا عايشين عذاب القبر في الدنيا إلا كانت الناس لين تمشي للقبار لا لنتم تعيشوا عذاب القبر مع الملكية هون وما زال تعيشوا عذاب القبر مع الملكية وباغين تشوفوا هذا الملك وباغين يعني يعطيكم شيء والله ينقذكم يعني ينقذ واحد نشوفوا نسمعوا سمعوا الشهادات لمدراتور بفضلكم العياشة صاحب دجاجة صاحب دجاجة نعم صاحب دجاجة قال صاحب دجاجة قال صاحب دجاجة وانتموا في الشارع قال وش قال لكم صاحب دجاجة قال لكم خاصكم تعيشوا بكرامة هذا مبدأ كوني ما يحتاج للي يقولوا صاحب دجاجة ولا صاحب بيبي كيف صاحب دجاجة منين هو هذا صاحب دجاجة اللي تتكلموا عنه اللي هو حاضر في ميخيالكم انتم عايش معاكم 24 ساعة 24 ساعة منين هو هذا صاحب دجاجة يا كان في القابو نفوت ثلاث شهر ولا أربعة وهو عايش مع مع زعيطر زعيطر رقم واحد وزعيطر اثنين وقدور وبونغو خونغو أربعة ثلاث شهر منين هو هذا صاحب دجاجة حتى يعطي تعليمات مش انتم تتعدون ساكني كيف كيف ما اننا ضحكين وما اننا متعجبين احنا رأينا ما اننا ضحكين وما اننا متعجبين حقيقة والله يعني والله حالكم لا يضحك ولكن فقط نذكركم ونوعوكم ونعتلكم بأنه هذا الشيء اللي تعدلوا رأي مو صالح رأيكم طولت وطولت 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 في معاناتكم ورأيكم تدورون في الحلقة المفرغة بدل عليكم نشو الهدف مباشرة رأيكم لا تعذبوا انفسكم هو صاحب الدجاجة قاموا عالم بيكم صاحب الدجاجة رافل قصرة اللي يطرحوا لليوم عشرين ألف نوع من الحريرة عشرين ألف نوع من الحريرة اللي يطرحواها قدام وعشرين ألف نوع من الشباكية وعشرين ألف نوع من التمار وعشرين ألف نوع من المأكولات وعشرين ألف منع من قدها في الطاولة ولا يوكل ويسرب ولا يتذكركم ثانية واحدة ما يتذكركم انتم كشعب ثانية واحدة ليقولها قدامي الحريرة يعني كشعب مسكين يكانوا فاطر الليلة والله لا اسمعوا عاسم عاسم مقابل كل سكن سكن قال لهم دجاجة الملك مقابل كل سكن سكن هو مقابل إلا كانت التعليمات تخرج من عند الملكة لا ما تنفذ هذه التعليمات أنا بغيت نفهم يعني لماذا هذه التعليمات ما تنفذ يعني تعليمات الملكة يعني لا نقاشة فيها سكن مقابل السكن يا سلام وانتم في الشارع ألا أنتم في الشارع ألا أنتم بالآلاف أولادكم ألا أنتكم شي في طور اليوم ألا أنتم صيام ألا أنتم صايمين أصلا لا صايمين لا صايمين إذا جاكم رمضان ولا ولا جاكم الفطر ولا عايشين مرتاحين ولا عادي تابعتكم المشاكل تابعتكم شي دعوة أنا أقولها لكم رأيكم تابعتكم شي دعوة وأعتقد على أنه هذه الدعوة هي دعوة الشعب الصحراوي هذه دعوة الشعب الصحراوي اللي لجاتوه بعد 48 عام عادي يظهر فيكم عادي يظهر فيكم عادي يظهر فيكم كبسون فضلكم كبس أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية عنده موليدات حد موليدات عنده موليد واحد عنده أعصى ثنين شو ما قالوا لكم دعوة شفتحوا معكم حوار ولا ما تفتحوا معكم في الدر الشيكاء والشيكاء فيهم في العرية صاحب جلالة قال مقابل كل سكن سكن قال صاحب الدجاجة سكن مقابل السكن ولكن ما شفنا والشي من المتحدث عن العرية كيف حصل لكم أنه مقابل قمنا بأطلال سكن مساكن مشهد لماذا؟ مساكن رقم بأطلال قال تريد أنه قمنا بأطلال قدمنا شكرا نهو نهو ساقد وجدنا لا لها شكرا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 باش ما يقتصبوه خلقوا شي دولة خلقوا شي دولة تعيش هذا الوضع ومنين مغرب اللي على رأسه واحد عنده عنده ثمن ملاير وخمسمية مليون دولار في اسموه في حساباته البنكية ثمن ملاير وخمسمية مليون ثمن ملاير وخمسمية مليون دولار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه بشكل كامل تنحل بسهولة بشكل ملايين جيت حلها انت بسهولة هذا الشي تراكم هذه محصلة يعني لو انه هذه الملاكية اصلا خدامة للشعب وعندها القلب على هذا الشعب وشغاله من اجل هذا الشعب لكن جميع اليوم في مكانه اللي لا يطيحوا له دار يعطوه دار اللي ما عنده باش يعيش يعطوه باش يعيش اللي ما عنده باش يتعشى اللي ما عنده باش يخلص لك كما في الدول الديمقراطية الثانية يعني مش الناس هوني تحتاج بالشوارع لا 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 هذا الشي شي جيت طيح دار طيح حي كامل حي كامل طيحوا في رمضان ما قلت مدرسة التركة ما قلت شاذ الزريبة هذي اش هاي الزريبة ولذلك احنا قلنا لكم من نهار الاول قلناها لكم من ساعة اللي بدين نستعملوا هذا المصطلح اللي هو مصطلح الزريبة قلنا لكم على النورة المغرب اللي ما تأكد على النورة وعايش في الزريبة يعني انه عايش في الزريبة انت اللي تشقق في هذا المصطلح وتقول احنا عنا وطن وعنا بلد وحنا دولة وحنا كذا نقول لك بشار عليك خذ وقتك الكافي خذ وقتك الكافي حتى ان شاء الله رحمه 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 تشوف هذا تجسيد لهذا المصطلح قدام عينيك يعني تشوف بانك تعيش في اطار زريبة ما عنده اللي يحاكمها منين هو الملك الملك جامل القابون جامل القابون مش عدل جامل القابون تخل القصر نهاره نهار القفة شامل القصر المكان توزيع القفوف وزع القفوف رجع للقصر نهار الثاني احضر لكم في ما يسمى بالدرس الحسنية ولا كذا من القصر للدرس الحسنية من الدرس الحسنية اللي قصر وكأنه وكأنه ضيف وكأنه شخص ضيف لانه ما عنده ما يقدم شيء يقدم لكم احضر معكم انتم ميدانيا عندكم شيء منازل منازل لي تبنوها لهذه الناس عندكم شيء ميزانية باش تبنو المنازل للناس الحرب في الصحراء الغربية رهي تستنزفكم يعني تستنزفكم يوميا حرب الصحراء الغربية اللي بدأت يوم 13 نوفمار 2020 رهي تستنزفكم يوميا حرب الصحراء الغربية اللي يدفعوا فيها فاتورة عسكرية ما كان متوقع عن نظام السياسي في المغرب رهي يدفع يدفع يا تهلكم انتم ويدفع يسرق عليكم يزيد عليكم بطاطا ومعطيشة غلوب صالة الخضر والفواكه والحم وكذا ويمشي يشري السلاح وهذا السلاح ما وفيده في حرب الصحراء الغربية لانه الصحراء الغربية الصحراء الغربية الطير ينزل يشري البرامان الأوروبي يشري الاتحاد اللي بغي يشري يشري اللي بغي يشري هناك العدالة الإلهية هناك عدالة القضية هذا الشعب اللي ينقل له الشعب الصحراء اللي ينتاز عرضه ما معطيها له محمد السادس كادو لا 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 ما ليست هدية الشعب الصحراء ما هو بغي هدية ما محتاج هدية محمد السادس لا صحراء صحراء سينتزع حقه من هذا النظام اللي ما قديتوا أنتم تعدلوا معها الواجب واللازم شعب صحراوي ما هو محتاج صدقة من النظام وما هو محتاج صدقة منكم لأنه أنتم أصلاً محتاجين للصدقة اليوم شعب صحراوي عايش في اللجوء ولكن ما الحمد لله واكل وشارب وساكن ومترحم وعايش بخير وعلى خير وعنده قضية دافع عنه وما عنده لا عبودية ولا ذل ولا حد يصوره أكبر الكارتون ولا أي شي شفتوا نهار فيديو يهين الإنسان الصحراوي فيه مخيمات العزة والكرامة وهو يتسلم من المساعدات الدولية قط شفتوه خالق شي فيديو يبين الناس ذلهم وتهينهم هكذا تعطيك كارتون قدام عدسات الكاميرات إلا عندكم أنتم إلا عندكم باعتكم سنتيم واحد يجيبكم يقولكم تعالوا صفقكم كيف الغنم وبعد يتم يكبض واحد منكم كل واحد ويعطيه كتام الكاميرات ويصوروا ويقولوا شوف 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 الكاميرا شوف الكاميرا باش يصور هذه إهانة حقيقة هذه إهانة هذه إهانة هذه إهانة لإنسانيتكم هذه إهانة لأدميتكم اسمع العياش اسمع تطلع عندي أنا هنا تغسل لي وذنيا المسكين مسكين سمع أنا الله نغسل لك وذنيك بالحقيقة أنا تعال أنا نغسل لك وذنيك نغسل وذنيين لسيدك ونعات لك الحقيقة وتشوف الحقيقة وتشوف ماذا يعاني منه الشعب تعالى هنا نعات لك الحقيقة وتسمعها وتقطر في وذنيك وتلحق مخيخ المخيخ تعرف بأنك تدافع عن الباطل تدافع عن الباطل تدافع عن محمد السادس المجرم اللي خلي هذا الشعب هكذا في الشوارع تدافع عن مجرم خلي هذا الشعب يتسول صداقات يبقى علاقية الحياة أنتم أراضيين أنتم عايشين هذه الحياة هكذا ما عندكم لا مستقبل لا حياة لا صحة لا تعليم لا بنية تحتية لا عيش كريم لا أي شيء قابلها لا تقابل على رأسك حقق هذا ولكن ما تقبلها للشعب كريم كريم ما تقبلها للشعب ما عندك لأنت ولا غيرك تغسل لي أنا وذنية أنا عارش نقول وفيديوهاتكم تتحدث عنكم أنت قعلوا كنت تحشم تشوف هاي الفيديوهات وتمشي وتمشي من هذا التكتوك وتقول الحمد لله بعد نمشي على الأقل ما نتأثر بهذا الشيء حقيقة هذه حقيقة هذه حقيقة ما تقدم تتكذبها وما يقدم محمد السادس يكذبها بالصوت والصورة أنتم الشعب اليوم موجود في الشارع أنتم الشعب موجود في الشارع أنتم الشعب اليوم ساكنين في الشارع واللي ساكن منكم الداخل جيعة ما عنده باشي تعشى ما خلي هذك اللي يمسيكين هذك اللي ترضو اليوم من داره دع نفسك في مكانه أنت يطردك واحد وإلوك في الشارع أنت أولادك وأنت أم معدتك وأنت في الشارع في رمضان يجي واحد يقول المغرب الحضارة واثنى عشر القرن تم معلق الحشم ما تم تقولوا هذه 12 قرن من الحضارة هذه 12 قرن من الحضارة تم اسكتبها قولوا ربما عمي كان هذه 12 قرن من الحضارة متخلطوا لهم من الحساب وهي رأي الله قرنين من الحضارة ولكن هذه القرنة هذي تكن منعنا من الحضارة رموه بين لكم تحية لكم صحافة طوركم ان شاء الله واللقاء ان شاء الله في فيديو اخر مرحبا سألتكم